اشتركوا في القناة وأن الإنسان من جنس أرفع من الملائكة وأن الله تبارك وتعالى خلق آدم لفضله وأن الإنسان له قابلية اللي هاي القابلية ما موجودة في الملائكة فعلم الله تبارك وتعالى آدم عليه السلام علوما اللي يتمكن آدم من فهمها وهضمها أما الملائكة فلا يقدرون على ذلك ثم توجه بالخطاب إلى الملائكة وقال لهم هل تتحملون مثل هذا؟ فأظهروا عجزهم ولما رأوا من النبي آدم التحمل والقدرة اعترفوا بتفوقه عليهم وأنه أحق بالخلافة هل سنمثل بمثال لتقريب الفكرة إذا الإنسان عنده خادم هذا الخادم حسب فطرته حسب خلقته ما يقدر يبني دار جميلة فهذا الإنسان يريد يستخدم مهندس هذا الخادم يجي يتساءل لماذا تستخدم غيري وأنا حاضر بخدمتك أقوم بالواجه السيد شنو جاوبه؟ يقول لي أني أعلم ما لا تعلم يروح يستخدم المهندس والمهندس يبني لدار مثل ما يريه هذا الخادم ما كان يقدر يلبي رغبة السيئة وبعد ما الدار تبنى يعترف هذا الخادم بالعجز وأن سيده كان عارفا بحقائق الأمور لذا تركه إلى غيره هذه الآيات بصدد تبين هذا الآمر وعلم آدم الأسماء كلها يعني الله تبارك وتعالى علم النبي آدم كل الأسماء أسماء الأشياء وعلائمها والحقائق وتعليم الأسماء يستلزم تعليم المسميات والمعلومات إذا واحد يعلمكم اسم زيد وبكر وعامر هذا شنو لازمه؟ لازمه أنه يعرفكم أيضا من هم هؤلاء لذا يقول ثم عرضهم على الملائكة يعني عرض هذه المسميات على الملائكة ليش جاب الضمير؟ ضمير هم اللي هو ضمير للعقلاء هذا الضمير أتى به تغليبا للعقلاء على غيرهم وفي الحديث الشريف وعلم آدم الأسماء كلها أسماء أنبياء الله وأسماء محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبين من آلهما وأسماء رجال من شعتهم وعطات أعدائهم فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء هؤلاء إشارة إلى المسميات نذكر مثال للتوضيح إذا الطبيب يعلمكم أسماء الأدوية بعدين هذا الطبيب يجيب يعرض الأدوية عليكم ويقول لكم أخبرني بأسماء هذه الأدوية يعني شنو؟ يعني أخبرني بمسمياتها بواقعها بحقائقها بمنافعها ومظارها إن كنتم صادقين يعني إن كان كلامكم مطابق للواقع يا كلام اللي قالوا فينا الكفاية ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فإن كنتم صادقين صدقا خبريا يعني كلامكم يكون مطابق للواقع في أنكم كافين في الاستخلاف أنبعوني بأسماء هؤلاء سؤال كيف تم تعليم آدم؟ ولماذا الله تبارك وتعالى لم يعلم الملائكة؟ الجواب لعل تعليم آدم كان بالإلهام الله خلق العلم فيه وآدم كان قابل لتحمل هذا العلم أما الملائكة فلم تكن لهم هذه القابلية لتحمل هذا العلم والإلهام نذكر فرد مثال لتقريب الفكرة هذا مثل الولد الفطن الذكي اللي يتعلم أشياء الولد غير الذكي ما يقدر يتعلمه الإنسان خلق من عناصر مختلفة هذه العناصر المختلفة توجد في الإنسان القابلية لمختلف أنواع الإدراكات أما الملائكة فلم تخلق كذلك فلم تتوفر فيها هذه القابلية لذا الإنسان الصالح هو أفضل من الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا هذا العلم اللي أنت يعطيته لآدم لأن له القابلية إحنا ما عدنا هذا العلم لأن ما عدنا قابلية إنك أنت العليم بمصلحة استخلاف آدم الحكيم الحكيم اللي يفعل الأشياء عن حكمة اللي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين